يواصل مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاهتمام بملفات اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة الذين ترعرع في أوروبا وبإمكانهم تمثيل أسود الأطلس لذلك يعكف كشاف الاتحاد في القارة العجوز على متابعة المرضود الفني والبدني لعدد كبير من اللاعبين لاختيار أفضلهم وضمهم لكافة الفئات العمرية وأفاد مسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مكلف بملفات اللاعبين المغتربين في أوروبا فضل عدم ذكر اسمه بأنه تم تجهيز الأوراق القانونية لموهبة نادي مونكو الفرنسي إلياس بن صغير صاحب الثمان عشرة عاما كي يتمكن من تمثيل منتخب بلده الأصلي إذ سيتم إلحاقه في المرحلة الأولى بصفوف المنتخب المغربي تحت ثلاثة وعشرين عاما قبل فسح المجال أمامه كي ينضم إلى صفوف منتخب أسود الأطلس وغير بعيد عن فرنسا هناك لاعب آخر يضعه مسؤول الاتحاد المغربي نصب أعينهم وهو لاعب خط وسط فريق رياس سيداد الإسباني محمد علي الشاو الذي سبق لوالدته أن عقدت اجتماعا في المغرب مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لقرة القدم فوز القجع قبل أشهر في انتظار أن يتحرك المدرب وليد الرقراقي ويستدعي اللاعب لتعزيز صفوف المنتخب المغربي الأول بعدما راقبه في آخر مباراة خاضها بين رياس سيداد وريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد الماضي لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة الليغة الإسبانية